بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال الطراب طيف التوحد أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأساد محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن بعض المهارات في مادة الرياضيات والتي نقوم بتقديمها لأبنائنا من ذوي الطراب طيف التوحد نبدأ على بركة الله بإذن الله تعالى سيكون عنوان حديثنا في هذه الجلسة مفهوم الطويل والقصير وسيكون الحديث من خلال أو الهدف الذي لدينا هو مقارنة الأطوال وترتيبها بشكل مباشر المفردات التي سيتدرب عليها الطول طويل وكذلك أطول من الأطول القصير وكذلك أقصر من والأقصر بالإمكان تدرب على هذه المفردات التدريب الطالب عليها من خلال عرض العديد من الأشياء التي من حولها وسنستعرضها بإذن الله تعالى بعد قليل هي من خلالها يتدرب على معرفة هذه المفردات من خلال المواد التي دائما تكون من حولنا ولكن نشير إلى بعض المهارات أحيانا حتى يستطيع القياس بشكل صحيح المصادر لدينا أقلام رصاص أقلام تلوين حافة مستقيمة إذن فكرة الدرس لدينا أقارم بين الأطوال ثم أرتبها المفردات الطول قصير أقصر من الأقصر طويل أطول من الأطول هذه هي ونلاحظ من خلال النشاط دائما نشير على أهمية وجود مرجع محتوى أقوم بإعداده مسبقا ولا أرتج للمعلومات عندما أقوم بتدريب الطالب أو ابني على مثل هذه المهارة أقارم بين الأشياء بحسب أطوالها الكتاب أطول من القلم الممحة هي الأقصر إذن نشاهد في هذه الصورة والتي هي موجودة في الكتاب نقاش لعديد من هذه المهارات والمفردات التي أرغب في إيصالها لابنة سواء للمعلم في الفصل وكذلك للوالدين في المنزل مهم جدا أن يتدرب على هذه المفردات وأعرف أنه فهم هذه العبارات حتى يستطيع هو المقارنة يستطيع أن يقارن بين شكل وشكل آخر يستطيع المقارنة بشكل صحيح استخدام العبارات الصحيحة للمقارنة بين الأشياء يفرق مثلا لا يخلط بين الصغير والكبير وبين القصير والطويل مثلا في معرفة المفاهيم يعني لا يلخبط بين الأطوال وبين الأحجام كل هذه من خلال بناء المفردات لديه في هذا المفهوم والتأكد من إتقانه لها من خلال ربطها بأشياء محسوسة أشياء ملموسة أشياء يشاهدها أمامه أشياء يقوم بلمسها بالإحساس بها كذلك حتى يستطيع فهم وإدراك هذا المعنى على سبيل المثال نشاهد أمامنا بالإمكان أن نستخدم العديد من الأشياء من حولها حتى أحيانا أستطيع أن أحضر المكعبات وأحضر بأكثر من طول ولكن أتأكد دائما عندما أدربه أن اللون البرتقالي أقصر من اللون الأحمر أتأكد أنه دائما من الأخطاء الشائعة أن لا يبدأ بنفس الحافة بمعنى يكون يبدأ مثلا خصوصا إذا كانت متقاربة في الحجم هنا الأحجام لدينا أو الطول لدينا متقارب فتكون أحيانا بنفس الطول عندما هو يقالن فيضعها بجانبها فيقول أن الطول نفس بعضها البعض ولكن نتأكد أن يبدأ من زاوية واحدة يعني من حافة مستقيمة واحدة حتى يستطيع التأكد من قياسه لهذه الأشياء بشكل صحيح إما نضع ورقة مثلا الكتاب أو على طاولة الطالب أو على طاولة المعلم أي مكان الأهم نتأكد يكون لدينا مكان واحد يبدأ من حافة مستقيمة بمعنى هو يبدأ منها حتى يستطيع المقارنة بين أطوال هذه الأشياء التي يريد قياس أي منها أطول وأي منها هو الأقصر أحضر الأشياء الموضحة وأقارن يعني عمليات التدريب وأقارن بين أطوالها ثم أحوط الإجابة الصحيحة أيهما أقصر هنا لدينا المقص والصمق أجعله يقارن بينها من خلال مشاهدتها له إذا كان يستطيع بالإمكان من خلال المشاهدة هي واضحة لكن إذا أردت تدريبه بشكل أكبر ولم يستطيع الفهم وليستعاب إذا كان أحضر مصدر مثلا ويقوم بالقياس من خلالها الأهم أن أستمر في نقاشه وبالتأكيد واضحة من خلال الصورة ولكن لو لم تتضح له من خلال الصورة فأني أستمر بمناقشة حتى أستطيع إيصالها له نحن هنا نتحدث في عملية التدريب لا زال يتذرب لم أصل إلى عملية التقويم وأنه يقوم بحلها بمفرده يستطيع حلها هي أشياء بسيطة وسهلة أقوم بتدريبه عليها مثل ما استعرضنا قبل قليل أحضر بعض المكعبات أحضر بعض الأشياء وأقارم بين طولها أمامه وأجعله يبين وأستخدم العبارات التي أشرنا إليه أصغر وأكبر منه والأطول والطويل القصير حتى يستطيع فهمها واستيعابها وربطها بأشياء محسوسة نلاحظ هنا القلم والممحة كما أشرنا وبالإمكان استعراضها من خلال الأدوات التي تكون مع الطالب أرتب الأشياء من الأقصر إلى الأطول وأكتب الأرقام واحد أو اثنان أو ثلاثة مبتدئا بالأقصر بمعنى الأقصر من هذه الأشياء يقوم بكتابة الرقم واحد أسفلها ثم اثنان ثم ثلاثة حسب الأقصر يعني يقوم بترتبع من خلالها هنا من خلال هذا النشاط أتأكد أنه فهم واستوعب ما المقصود بالأقصر والأطول من خلال هو كتابته لهذه الإجابات وهو يحاول التدرب عليها وحلها بطريقة صحيحة وأنا كذلك أقوم بمناقشته حتى أتأكد من إتقانه لها يوفر هذا الدرس الفرصة للطلاب لاستكشاف الطول باعتباره صفة قياس ويساعدهم أيضا على فهم أن الطول يعني المسافة بين نقطتين على فهم معنى يفهم أن المعنى للطول هو قياس المسافة بين نقطتين لا يعرف التعريف يعني لو استطاع معرف التعريف ممتاز يعني أنه القياس بين نقطتين ولكن الأهم لدي أن يعرف عندما يعمل قياس لأشياء أنه يقيص يعني قياس الطول بين نقطتين وكيف يقيصها مع بعضها البعض حتى يحدد أي منهما هو الأطول وهو الأقصر هذه هي مهم جدا وجود هذه الخلفية الرياضية والمعلومة الرياضية لديه أن يعرف ما معنى هذه الأطول وأنها إحدى طرق القياس التي تكون معرفة المسافة بين نقطتين ليس شرطا أن يعرف ويقوم بتعريف أكتب له ما هو معنى الأطول وأعرف لي ما هو معرفة قياس الأطول ويكتب لي هذا التعريف لا مهم جدا لدينا أن يعرف كيفية التطبيق لهذا المفهوم وأنه يعني المسافة بين نقطتين بناء المفردات بالإمكان أن أكتب على السبورة المفردتين أقصر وأطول وناقش الطلاب فيهما أخذ بعين الاعتبار أن تشرح لهم الفرق بين أقصر من والأقصر وأطول من والأطول أرسم ثلاثة خطوط مستقيمة مختلفة الأطوال على السبورة ثم أوجه بعض الأسئلة أي الخطوط هو الأقصر مسجلا عليه ذلك وأي الخطوط هو الأطول وسجل عليه ذلك بعد ذلك اجعل الطالب يرسم خطوط أطول من أو أقصر من الخط الذي رسمته هذا سيساعد في إيصال هذا المعنى لا مهم جدا بناء هذه المفردات إيصال المعاني لهذه المفردات ربما هو يستطيع دائما نحن نتحدث ربما يستطيع معرفتها ولو بشكل بسيط ولكن مهم جدا أن أتأكد أنه عرف ما الذي أطلبه منه عندما أطلب أن يبين لي ما هو القصير وما هو الطويل وما هو الأطول منه وما هو الأقصر منه الأطول والأقصر معرفة هذه المفردات مهم جدا وأعمل قياس له وحيث أنا أقوم بكتابة مثلا بعض الخطوط المستقيمة على السبورة إذا كنت مع ابنائنا من ذوي الطرطيف توحد أكون جالس أمامه معي ورقة أقوم بكتابة هذه الخطوط وأطلب منها أن يحدد منها ما هو الأطول وما هو الأقصر من خلال مشاهدته أمامه أقوم بإعطائه القلم هو لدي أدواته يقوم برسم خطوط أطلب منه مثلا يرسم ثلاث خطوط ثم يقيس بينها واحد منهما هو الأطول وآخر أقصر وواحد مثلا يجعل لهم مسافة وترتيب أن هذا رقم واحد رقم اثنين ثلاثة واحد الأقصر أثنان أطول منه رقم ثلاثة يكون أطول من خلال هذه الطريقة أعرف أنه فهم واستوعب هذه الخطوات للدرس الذي أقوم بتدريبه عليه من الأخطاء الشائعة إذا لم يضع الطالب بداية أداة القياس بمحاذاة بداية الشيء المراد قياس طوله فإنهم يحصلون على قياسات غير دقيقة للطول إذن مهم جدا أن يجعل هذه الأشياء بمحاذاة بعضها البعض حتى يتأكد من طولها مهم جدا أن تأكد أن هذه القياسات تكون بجانب بعضها البعض حتى أتأكد من طولها وأن لها طول واحد أن يضعها بمحاذاة بعضها البعض دائما من المهم والأفضل أن نضع بداية أو حافة مستقيمة مصطرة ورقة هو من خلالها يعرف أنه من هنا يبدأ القياس لهذه المهارتين مع بعضها البعض عملية التقويم في الأخير كيف تستطيع أن تحدد أيهما أطول قلم الرصاص أم قلم التلوين إجابات ممكنة أضع بداياتهما معا أو أنظر أيهما أطول هذه من عمليات التقويم وبالإمكان استخدام العديد من الطرق لتقويم عمل الطالب لمثل هذه القياسات للطول ومعرفة هذا المفهوم إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيبي المشاهدة سعت بتواجدي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر طبتم وطابة أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر